اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الراي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بابرز العناوين ربنا يوفض الجميع وندقوا ان شاء الله الجميع للمنافسة الشريفة غلقوا باب التكميلية وشدوا الاحزمة الانتخابية يوم السلم للطائرة الخامسة عشر هي اخر طائرة من العقد الاول طيران جزيرة كما نقيمت بحوالي 800 مليون دولار بتمويل من القطاع الخاص الكويتي بالكامل نجوم الجزيرة تتعزز واساطيلها تتمدد الطبيعي بان كثير من اللوائح بين دول مجلس التعاون والقوانين المشتركة بحاجة الى توحيد على الجدول الخليجي بندو تنسيق زراعي التحرش الجنسي هو كل فعل يخدش الحياة ويصل الى جسم المجني عليها المشكلة عنده شخص نفسه ذاته اشوف بالمجمعات التجارية التحرش بين عباءة التشريع وجهود التطويق النصر للسيسي في انتخابات مصر بين المهاجم والصحفي حوض سباحة وزارة الداخلية بجميع اجهزتها مستعدة للعملية الانتخابية التكملية لمجلس الامة وفق ما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء ذلك خلال زيارته ادارة شؤون الانتخابات للوقوف على استعدادات الوزارة لتلك الانتخابات حيث قال ان الداخلية تعمل بكل امكاناتها لتوفير كل الخدمات والتسهيلات للمرشحين والمرشحات كما اشدد على وجوب بذل كل الجهود الممكنة من اجل تسهيل والتيسير على المرشحين والمرشحات خلال العملية الانتخابية اليوم العاشر في عملية فاتح باب الترشيح للانتخابات التكملية ربنا يوفق الجميع وندعو ان شاء الله الجميع للمنافسة الشريفة وتناقم في حب واللحمة الوطنية وربنا يوفق ان شاء الله اللي يوفقهم وندعو للجميع ان شاء الله بالتوفيق واشكر في هذه المناسبة اولا حضراتكم واللي هالعشر ايام من الافتتاح الدوامي الى النهايته واشكر زملائي واخواني الغائمين على هذا التسجيل والادارة هو الاخوان اللي كنتم يجتمعوا وياهم فوق واللي يعملون خلف الكواليس كل عام انتم بخير وربنا يوفق وكانت الادارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية قد اقفلت باب الترشح اليوم بعدما سجل لديها ثلاثون مرشحا عازمين على خوض غمار السباء باق الانتخابي وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين مع اقفال باب الترشح للانتخابات التكملية قد وصل الى مائة واربعة وثلاثين مرشحا بينهم سبع مرشحات فيما تنازل مرشح واحد فقط عن طلبه نحن نتطلع الى المشاركة الايجابية الفاعلة في الانتخابات التكميلية وانا احمل مجموعة ملفات مهمة ملف الشباب مهم جدا ملف الاقتصاد مهم جدا في الفترة القادمة وملف التعليم مهم جدا لدينا في الكويت نعم احباط لدينا مشاكل لدينا ازمات لكن انا متأكد اذا اردنا الاصلاح فالاصلاح يبدأ من مجلس الامة وليس عبر الترك مجلس الامة او ما يقوله بعض افراد المعارضة بان يريدون ان يزيلوا مصداقية مجلس الامة او اهمية مجلس الامة في المشهد السياسي الكويتي كثير من الناس يحاول ان يجد حلا لمشكلة ولكن المشكلة هي ليست وحدة ولا يمكن ان نقيسها بشيء واحد ولكن المشكلة متعددة وكبيرة لذلك احنا رفعنا شعار اسمه بناء انسان وتنمية مجتمع بالتوكل على الله سبحانه وتعالى استطعت ان اقرر ان نشارك بهذه الانتخابات هدفي او من الاولويات التي ستكون لي خلال المشاركة في هذه الانتخابات اذا الله سبحانه وتعالى وفقنا ووصلنا المجلس ان نكون مشاركا مع الاكفاء بهذا المجلس من اجل ان ننمي ونطور التوجه المعارض داخل المجلس مجموعة طيران الجزيرة عززت اسطولها بطائرة جديدة دخلت الخدمة فعليا ضمن طائرات الشركة التي تسلمت الايرباس اي 320 مباشرة من مقر المصنع الكائن في مدينة هامبورغ الالمانية وقد كنت من ضمن الوفد المرافق لعملية تسلم الطائرة الجديدة واعددت لكم هذا التقرير في سماء التميز والتحديث المتواصل لاسطولها وباجحة دائمة التحليق في فضاء تفعيل الخطط الاستراتيجية لترسيخ المكانة العالمية وتدعيم النجاحات المحلية تسير طيران الجزيرة كالنجم الثاقب المتلألأ باتجاه تحقيق الاهداف المنشودة ويأتي تسلم المجموعة الرائدة للطائرة الخامسة عشرة من طراز ايرباس 320 من مقر مصنع ايرباس بمدينة هامبورغ الالمانية ليبرهن على مدى التزام طيران الجزيرة بتنفيذ خطتها التحديثية لأسطول طائراتها والذي يعد الأحدث بالمنطقة هذه ليس فقط نهاية عقد ولكنها بداية مرحلة جديدة للجزيرة انطلاقتنا الجديدة راح تكون الآن في أسطول جديد آخر بالمرحلة القادمة من الطيرات الحديثة لننطلع انشاء الله استلامها بعد ثلاث سنوات من الآن هذه المرحلة تعطينا هذه الطائرة بأسطول الجزيرة أهم وأحدث أساطير الطيران في شرق الوسط كله كعمر من أصغر لعمار كأسطول في المنطقة وهذا يعطينا الدافع ان شاء الله لنغطي المرحلة القادمة لمدة ثلاث سنوات الى ان نبدأ الاستلام ما يسمى في الجيل الجديد من الطائرات اللي الآن جاري التفاوض الطائرة الجديدة مرت كما نظيراتها من طائرات الجزيرة بمراحل تدقيق غاية في الصرامة على مدار تسعة أشهر سابقة لعملية التسليم عملية تولى مهمتها فريق طيران الجزيرة والشركاء الشركة فضلا عن المدقق المتخصص والمستقل الذي قامت الشركة بتعينه لمراقبة عملية البناء والتجهيز وفي وقت تسلمت فيه الجزيرة ثلاث طائرات جديدة خلال عام كامل تدرس المجموعة وضع طلبية جديدة من الطائرات خلال الاثني عشر شهرا القادمة وفتح محطات جديدة كجزء من برنامجها التحديثي دائما في محطات تضاف إلى طائران الجزيرة مثل ما شفنا بالفترة الأخيرة النجف الشريف كانت من المحطات التي ضافتها إلى شبكة طائران الجزيرة خلال عامين الماضين مطار المكتوم في دبي كنا من أول الشركات العالمية التي شغلنا لهذا المطار والله الحمد لله زبنا عدد رحلات مع عدد رحلة يوميا فدائما فيه جديد بالمرحلة الحالية الآن فيه دراسات لكننا لم نقرر عن المحطات الجديدة ولكننا رح نركز الآن تكثيف الرحلات على المحطات الحالية في المرحلة القادمة العالمية هدف بلغته طائران الجزيرة وتسعى للحفاظ عليه كما أن إرضاء العملاء غاية أدركتها المجموعة بشهادة التقارير العالمية والمحلية والاستمرار في هذه المكانة هو ما تضاعه إدارة الجزيرة نصب الأعين عبر خطط تحديث الأسطول والتي تتم وفق رؤية محكمة ومدروسة وجدول زمني شعاره الالتزام والدقة بحث مسؤولون كويتيون مع حكومة جمهورية مالطة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة في مجال السياحة والنقل الجوي بتفعيل اتفاقية النقل الجوي وتطوير خدمات السفار والشحن الموقعة العام الماضي وقالت سفارة الكويت لدى مالطة أن رئيس الإدارة العامة لطيران المدني فواز الفرح ووزير السياحة المالطي إدوارد زميت ناقش سبل تفعيل الاتفاقية الثنائية الخاصة بتنظيم خدمة النقل الجوي بما في ذلك سبل تسهيل خدمات الشحن الجوي وفرص التعاون المشترك في هذا المجال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ثمن الجهود التي تبذلها لجنة التعاون الزراعي في مجلس التعاون الخليجي في سبيل اعتماد استراتيجيات وسياسيات تكفل حسن إدارة الموارد الطبيعية المتاحة في دول المجلس وفي كلمة افتتح بها جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون قال العمير أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع لها بالغ الأهمية ما يحتم بحثها ودراستها بكل حرص واهتمام وصولا إلى اتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات كان على جدول الأعمال تسع بنود رئيسية بالإضافة إلى باب ما يستجد من أعمال الطبيعي بأن كثير من اللوائح بين دول مجلس التعاون والقوانين المشتركة بحاجة إلى توحيد لتنسيق الجهود ولكي تكون دول مجلس التعاون في تنسيق بقوانينها ولوائحها الداخلية ولذلك رجعت هذه اللوائح وهذه القوانين خاصة في أمر مهم وهو ما يتعلق بالمبيدات الحشرية وطريقة تداولها وكذلك اللوائح التي تستخدم بين دول مجلس التعاون ولذلك حقيقة لأن الموضوع مهم ويحتاج إلى نوع من القرار الجماعي لدول مجلس التعاون آثرنا بأن تكون هناك اجتماعات تنسيقية تابعة في دولة الإمارات وتكون اللجان المختصة توافل أمانة العامة خلال أسبوعين بنتائج أعمالها ثم بعد ذلك الأمانة العامة ترفع ما توصلت إلى نتائج الأصحاب المعالي بالتمرير حتى تتخذ الموافقة على ما يتم التوصل به فيما تنتشر ظاهرة التحرش في المجمعات والأسواق والمواقع العامة وغيرها تكثر الجهود الساعية إلى محاصرة الظاهرة عبر زيادة العقوبات غير أن المراقبين يؤكدون على أن لا جدوى من تغليضها طالما نص قانون الجزاء عليها التفاصيل في تقرير لمحمد لحياري إلى مجلس الأمة تساق المقترحات النيابية الرامية إلى تطويق ظاهرة التحرش وذلك من خلال تغليض العقوبات على الفاعلين وإن صارت المقترحات بهدف حماية المجتمع من الظاهرة إلا أن الكثيرين يجهلون مفهومها ومتى يكون الفعل أو القول تحرشاً التحرش الجنسي هو كل فعل يخدش الحياة ويصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد ماسه بعورة المجني عليها وعندما نتحدث عن التحرش بالفتاة تكون أمام واحدة من ثلاث جرائم كالآتي واحدة وأولاً جريمة كالعرض جريمة فعل فاضح علني أو غير علني جريمة التعرض لأنثى في الطريق العام شريحة واسعة من الشباب أكدوا على انتشار الظاهرة في المجتمعات والأسواق والشوارع معتبرين انتشارها ظاهرة سلبية تنم عن وقت الفراغ الكبير والضغط النفسي نعم موجودة بسبب البنات واشكال البنات ولبس البنات حالياً اللي عندنا بالمجتمع المشكلة عنده شخص نفس لو يفرض عليه عقوبات توصل لما هو بنفسيته الشيء هذا شايفه صح أشوفه بالمجمعات التجارية وعلى الشوارع يعني أكثر يتحرشون فيهم فاضين أشغال وتمشون بالشوارع وتحرشون الشباب يعني مراهقين المقترح النيابي المطروح على الساحة يسعى إلى تغليظ العقوبة في قانون الجزاء لتصبح سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين وتتضاعف العقوبة بحسب الجرم غير أن المراقبين كان لهم وجهة نظر أخرى في هذا التعديل أنه لحاجة لهذا المقترح بتغليظ العقوبة كون أن العقوبة الجزائية قد تناول تلك الجرائم بعقوبات مقلضة ورادعة دون الحاجة لهذا القانون وبعيدا عن الخوض في الأسباب الاجتماعية وراء ظاهرة التحرش تبقى العقوبة المقررة في قانون الجزاء بحسب المراقبين كافية قانونا لردع المتحرشين وتطويق هذه الظاهرة التي تنتشر في العديد من المواقع حمد الحياري الرأي في مصر أظهرت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات تقدم المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي على منافسة حمدين صباحي بنسبة عالية تصل إلى 95% وأذعت القنوات التلفزيونية الرسمية نتائج الفرز في جميع لجان الاقتراع أولا بأول عقب غلق باب التصويت وجاءت جميع النتائج غير الرسمية لصالح المشير السيسي بتفوق ساحق وفي سياق المتصل قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية عبد العزيز سلمان أن هناك بعض اللجان الفرعية قاربت نسبة التصويت فيها 60% فيما هناك لجان تعدت فيها معدلات التصويت هذه النسبة في مكة المكرمة أصيب ثلاثة معتمرين خلال التزاحم الكبير الذي شهده الحرم المكي أثناء تشرف أمير منطقة مكة المكرمة صباح اليوم بغسل كعبة المشرفة في المقابل نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي ما تم تداوله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من انتحار ثلاثة أشخاص أثناء غسيل الكعبة مؤكدا أن ذلك غير صحيح وموضحا أن أربعة أشخاص من المعتمرين سقطوا نتيجة طبيعية للتدافع الذي حدث دون وقوع وفيات وجه مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم لوكاس بودوليسكي تحذيرا شديدا لهجة للصحافة التي تواكب كأس العالم وذلك عبر رمي صحافي سفزه في حوض السباحة لنتابع ذلك معا الأسبوع المالي تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل القصير من جديد أهلا بكم سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء بفضل الشراء الانتقائي الذي طال أسهما قيادية تشغيلية وترافق ذلك مع النشاط النوعي والنسبي في عدد من الأسهم المنطقات بشتى القطاعات المدرجة سيما المصارف والخدمات الاستثمارية والعقارية وبرغم الضغطات البيعية باتجاه الأسهم الصغيرة متدنيات القيمة إلا أن القيمة النقدية شهدت ارتفاعا ملحوظا إذا ما تمت مقارنة حجمها مع الأيام السابقة سعر برميل النفط الكويتين خفض 53 سنة ليستقر عند مستوى 104 دولارات و96 سنة في تداولات يوم الأمس وتراجعت أسعار النفط الخام نتيجة حالة الترقب التي تعيشها الأسواق العالمية والمستثمرون على حد سوى بانتظار البيانات الهامة التي ستصدر عن الاغتصاد الأمريكي والمتمثلة بالقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي وقراءة طلبات الإعانة عن الأسبوع الماضي مصعب سعيد بالجائزة التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم للمرة الثانية على التوالي فاز حارس مرمى فريق الكويت والمنتخب الكويتي مصعب الكندري بجائزة المرحوم سمير سعيد لأفضل حارس مرمى في الموسم والتي يقدمها فواز الحساوي سنويا تقديرا للراحل حضر حفل تكريم عدد من الرياضيين ونال الكندري الذي قاد فريقه للعديد من البطولات عشرة ألاف دولار تقرير لأحمد لعنزي تقديرا لمسيراته الكبيرة والحفلة بالانجازات إضافة لحب الجماهير الكبير للراحل سمير سعيد يواصل مالك نادي نوتينغام فورست الإنجليزي فواز الحساوي تقديم جائزة سنوية باسم الراحل لأفضل حارس مرمى المناسبة هذه تحمل اسم عزيز وغالي على قلبي المرحوم سمير سعيد أخوي الحقيقة فهذا أقل شيء الحقيقة نحن نقدم جائزة تحمل اسم هذا البطل الحقيقة للاعبيننا أو أبطالنا خنقول طبعا يمكن أنا في هذا الموسم ما كنت متابع الحقيقة للدوري لكويتي لانشغالي في الخارج طبعا مثل ما أنت عارف شكلت لجنة إلى اختيار أفضل حارس مرمى الحقيقة أنا كلفتها يعني الحارس الدولي مصاب الكندري نال الجائزة للمرة الثانية على التوالي لمساهمته الكبيرة في ترجح كفة فريقه الكويت في العديد من المباريات والفوز بالبطولات يعني تكريم يعطي حافز اللاعب أنا أشكر السيد فواز الحساوي على هذا التكريم ما غريب عليه دائما يدعم الرياضي والرياضيين هذا التكريم غالي يحمل باسم مرحوم سمير سعيد يعطينا حافز جدل ولغط كبير أساد الشارع الرياضي بالاختيار إلى لنجة الاختيار أبررت سبب فوز الكندري بالجائزة اللي رجح كفة مصعب على نواف اللي هو يمكن استمراره في عدد المباريات لاعب في فترة طويلة عدم قيابه عن مرات غليلة يعني مرة أو مرتين مباريات اللي غابها مع نادي الكويت بالإضافة إلى تميزها في كل المباريات اللي شارك فيها الحساوي الدعم الأكبر للاعبي القلعة الصفراء وهو خارج النادي كشف أنه بصدية تكريم الفريق الذي حصد عدة ألقاب هذا الموسم وإحنا دائما نحتفل كل سنة ونحتفل مع أخواني اللاعبين وإن شاء الله في القريب العاجل رح يكون لتكريمي أيضا لفريق نادي القادسية ومثل ما عودوني دائما أنهم يأخذون البطولات الصحيح السنة يعني تأخرت عليهم بالمكافأة لانشغالي برة ولكن أنا ما يناسيهم تكريم الحساوي للعب الأندية يعتبر دافعا كبيرا لهم لبدل المزيد من الجهد في تنافس شريف في ظل تراجع كبير للرياضة الكويتية على جميع الأصعدة للمرة الثانية على توالي مصعب الكنديريا استحق جائزة المرحومة سمير سعيد والتي يقدمها سنويا مالك نادي نوتينغام فورست الإنجليزي فواز الحساوي أحمد العنزي الرأي من جهته أرجع مالك نادي نوتينغام فورست الإنجليزي فواز الحساوي تراجع فريقه في الجولات الأخيرة من بطولة الدور الإنجليزي إلى الإصابات التي تعرض لها الفريق بأعداد كبيرة بالنسبة لما يتعلق في نادي نوتينغام فورست بدأنا بداية ممتازة كنا من الفرق الأوائل في الفترة في بداية الموسم إلى بداية شهر واحد بدأ التراجع يصير عندنا نوعا ما وقمنا طلعنا من ترتيب الأول والثاني والثالث بدأنا نسير بين الرابع والخامس هذا الشيء قمنا نعاني من إصابات كثيرة نادي نوتينغام فورست لين شهر ثلاثة وصلنا إصاباتنا لين تسع لاعبين فإحنا يختلف عن نادي الغادسية في نوتينغام فورست نادي الغادسية ما شاء الله يضم 35 لاعب فريق الأول نادي نوتينغام فورست يضم بس 18 لاعب طبعا إحنا ما نقدر نسجل أكثر من شدي ممكن نوصل إلى 22 لاعب طبعا مع الحراس يوصلون 20 لاعب طريقة تختلف عن الكويت لأن نعطي فرصة للريزيرف تيم اللي هو خنقول الفريق الثاني أو فريق 19 سنة اللي بعد الفريق الأول أنك تاخذ منه وتلعب ولكن صار عندنا شيء يعني غريب في هذا الموسم كثرت الإصابات تعبت الفريق ولا قدر الفريق اللي هو خنقول للريزيرف تيم أو الفريق الثاني أنه يسكل الفراق اللي كنا نعاني منه الحقيقة من اللاعبين اللي فقدناهم مستشفى السيف ساعدني وزيّن حياتي بأول طفل مستشفى السيف أبحر برعايتنا ساخر نصحتنا هذا اليوم عن طرق الوقاية من سرطان القولون يعط سرطان القولون من أكثر الأورام الشبيثة انتشارا في العالم وكذلك في دولة الكويت حيث يأتي في مقدمة المسببات الأورام الخبيثة منذ عام 2008 أسباب زيادة الإصابة سرطان القولون متعددة أهمها النظام الغذائي الذي يحتوي كمية عالية من الدهون واللحوم الحمراء هناك أيضا جانب وراثي في بعض العوائل تحمل صفة وراثية تنقل من جيل إلى جيل تجعل هذه العوائل عرضة للإصابة بسرطان القولون يختلف سرطان القولون عن باقي الأورام من حيث أنه يبدأ كورم حميد ويتحول إلى ورم خبيث بعد عدة سنوات هذه الخاصية تجعل سرطان القولون قابل للتشخيص المبكر والوقاية لذا ينصح بكل شخص يصل أمره إلى سن الخمسين أن يقوم بإجراء منظار القولون وذلك الاكتشاف الأورام الحميدة التي تكلمنا عنها حيث يمكن إزالتها ومنع سرطان القولون أما الأشخاص الذين لهم تاريخ أسري في سرطان القولون فينصح بإجراء المنظار قبل سن الخمسين حسب درجة الإصابة في الأسرة مستشفى السيف وفر علي عناء السفر للخارج مستشفى السيف أبحر برعايتنا والآن مع جولة على أحوال الطقس وفيها استعراض لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم غد في مناطق الكويت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر وكما يمكنكم مشاهدات جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب في أمان الله